اشتركوا في القناة يا البكار هنا ايضا يا اصحاب السمو الشوخ والباب مفتوح لأيضا ابناء القبائل نتابع المسيرة نتابع الانطلاق نتابع التحدي الشاهينية على الصدارة وعلى المركز الاول لسيد حمد بن راشد بن غدير من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الاول شرارة في المركز الثاني لسيد حسن بن عبدالله بن غليطة لغفلي من تاتينا على المركز الثاني وثالث المراكز المركز الثالث من الجانب الاخر تأتينا هناك الشاهينية لمحمد بن راشد بن فريوه المنصوري من تاتي على المركز الثالث والضبي في المركز الرابع لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير وهنا الوصول من الشاهينية لعبيد بن سعيد بن منانا والقادمة ايضا الشايبة لحميد بن سالم بن مصر بالقوبع وارا ايضا التدخل لشعار بومنصور مع هملولا احمد بن محمد بن كراس لمهيري من انطلقت بهذه اللحظات بهذا الاداء الوصول من الشاهينية لسيد بن احمد بن خريدة على المركز السابع والمركز الثامن لسيد عبيد بن سعيد بن منانا وفي المركز التاسع تاسع مدلل الراشد بن سالم بن بخيت وهنا الشاهينية لسالم بن ذيب السبوسي عاشرا هذا النداء الاول طبعا نعطي المراكز العشرة الاولى لكي نتعرف على الاسماء المتواجدة ونعود الى المقدمة نعود الى الصدارة نعود الى الشاهينية من غيرت موازينة هذا الشوط رأس على عقب وانتزعت صدارة انتزعت المقدمة والمركز الاول لسيد عبيد بن سعيد من منانا من انطلقت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط تسيطر على زمام الامور الشايبة على المركز الثاني لحميد بن سالم بن مصر بالقوبع من تاتينا على المركز الثاني والمركز الثالث الشاهينية هنا من تنطلق الحمد بن راشد بن حمد بن غدير والضبي رابعا تتواجد لسيد سعيد بن راشد بن غدير ومن الجانب الاخر تاتينا هناك شرارة لسيد حسن بن عبدالله بن غليط ها هي النتيجة للمراكز الخمسة طبعا نبقى هنا مع الخمسة المراكز الاولى والكيلومتر الاخير الكيلومتر الاخير بقيادة الشايينية من تسيطر على زمام الامور وعلى صدارة وعلى المركز الاول ارى شرارة من شعلت ايضا شرارة المنافسة شرارة لسيد حسن بن عبدالله بن غليطة لغفلي من الجانب الاخر من انتزعة المركز الثاني هو عينها على الصدارة عينها على المقدمة المركز الثالث المركز الثالث الشايب الحميد بن سالم بن مصر بالقوبع ومن الجانب الاخر الضبي لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير وقامس المراكز الشايينية لسيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير نبقى هنا مع المنافسة مع المنافسة بين الشاهنية وبين شرارة الشاهنية وشرارة في صراعا هنا لنيل الفوز لنيل الناموس والشاهنية هي المسيطرة على زمام الامور المسيطرة على المركز الاول والصدارة الشاهنية لسيد عبيد بن سعيد بن منان من تسيطر على زمام الامور وعلى الصدارة وشرارة شرارة من الجانب الاخر شرارة لسيد حسن بن عبدالله بن غليطة لغفل السلام تحدي بين الشاهينية وشرارة الشاهينية وشرارة الشرارة والشاهينية السلام ولكن الشاهينية شرارة والشاهينية ولكن الشاهينية هي الاقرب للفوز تهانينة والناموس لسيد عبيد بن سعيد بن منانة والسلام لأهالي زعبيل المركز الثاني شرارة لسيد حسن بن عبدالله بن غليطة المركز الثالث لصيد سعيد بن راهد بن اغدير لضبي المرقض الرابع الشايبة من وصلت الرابعا لحميد بن صالم بن مصر بالقوبة خامسا الشهينية لحمد بن راهد بن حمد بن اغدير والتوقيت الزمني الذي سجل في هذا الشوط اربع رقائك وتسعة واربعين الثانية تهانينة والناموس